قصف إيراني جديد بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيارة يطال مناطق متفرقة في السليمانية واربيل قصف تقول عنه السلطات الإيرانية أنه يستهدف مواقع للمعارضة بينما يقول سكان محليون أن القصف استهدف مخيم للاجئين الإيرانيين في ناحية بحركة القريبة من ربيل هل تستطيع القوة السياسية الموالية لإيران أن تحسن هذا الموضوع؟ أم هل يستطيع السيد محمد السوداني الساكت لحد الآن والرؤساء الثلاثة الساكتة والصمت الخجول الذي لديهم هل يستطيع أن يبروا هذا الموضوع وأن يقدموا دعوة إلى مجلس سلم أو أن يتخذوا مواقف ديبلوماسية أو اقتصادية ضد هذه الانتهاكات لأن التنديدات كل مرة تنديد واحتجاج تنديد واحتجاج هذا يدل على ضعف الدولة مع الأسف وفندت حكومة إقليم كردستان الدعاة إيران بأن الجماعات المعارضة تقوم بإدخال الأسلحة عبر حدودها المشتركة في محاولة منها لزعزعة أمنها واستقرارها الداخلي فيما وصفت الأمم المتحدة الاعتداء الإيراني الأخير على الإقليم بالسافر والغاشم والغير مبرر لا يوجد نظام سياسي في العالم لا يخلو من المعارضة يخلو المعارضة ولكن هنا كيف تتعاطى مع هذه المعارضة النظام السياسي الإيراني يدى شمولي ويدى احتكار السلطة ويدى احتكار الحقيقة فلهذا هو لا يفسح مجال لأي معارضة لا سيما أن المعارضة في إيران لا بد منها لماذا؟ لأن إيران في طبيعتها مكونة من قوميات متعددة يعني مجتمعات مركبة لها تطلعات وإهداف مختلفة إيران تضع شروطا وضمانات بوقف القصف على الإقليم بمنع الأحزاب المعارضة بتغذية الاحتجاجات المشتعلة فيها منذ حوالي شهرين في المقابل مجلس النواب العراقي خصص جلسة سرية لمناقشة الاعتداءات المتكررة فيما يرى مراقبون أن إيقاف القصف غير قابل للتنفيذ خاصة أن البلاد تلفها دوامات من الأزمات السياسية والاقتصادية والخدمية قصف الإيراني المستمر إيادك أقليم كردستان ضاربا كل التنديدات والدعوات الداخلية والخارجية عرض الحائط والإقليم يتحرك دوليا لوقف تلك الانتهاكات بشير الحسن قناة الفلوجة أربيل